وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعد التدبير بالاعمال اليدوية اتأكدين ان انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بنا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مساء الفل زي ما عدتوكم من كم يوم ان انا هعمل لكم مصغرات بتاعة عربية الفول وانا بالفعل عملها لكم النهاردة وبطريقة سهلة جدا جدا اول حاجة هجيب ازازة مية معدنية كده صغيرة او ازازة كلور تمام وهياخد الجزء اللي من فوق دوت بس تمام ليه هنعمل دلوقتي ادرة بتاعة الفوق هنعملها بطريقة اسلح لجل طبعا انا دلوقتي هدهنها بدهان لونو سيلفر لو مش متوفر عندك الدهان ده تقدر ان انت جيبي ازاية سبري بيبقى سعرها 15 جنيه وتروشيها بيها مش متوفر عندك لفيها بورق فايل تمام كده انا خلاص كنت بالفعلة ده هنتاوس بتاعة لغاية لما تنشف عشان نعرف هنعمل فيها ايه بعد كده لغاية لما تنشف تعالوا نعمل المصغرات بتاعة عربية الفول اللي هي الخضروات والمخللات والحاجات دي تمام اول حاجة هنبدأ بيها هنعمل مع بعض التموتب هنجيب كده الجزء الاحمر من استثصال طبعا النهاردة الشغل بتاعنا كله هيكون باستثصال استثصال عايزي جدا تمام اني مش متوفر اني مش متاح لين هو يشتري استثصال وعنده الوان طبيعية في الوان البيت تمام انا نزلت لك قبل كده طريقة عمل استثصال شوفوا الفيديو هيجبكم ان شاء الله وطريقة سهلة جدا ونجحة مجربة مياه في المال بتجيبي قطع كده من اللون الاحمر وتعمليه على شكل كورة تمام وتجيبي كده اللون الاخضر زي ما انتم شفته تبروميه كده وتحطي اتنين بالعكس هعمل معاكم واحدة كمان اهيه جيب كده جزء بقى من اللون الاخضر وبرومه كده تمام او زي ما انتم شايفين كده واحط كده جزء تمام واحط الجزء ايه اتنين كده عملنا الطمط اهيه طبعا بطريقة سهلة اهيه يلا بينا نعمل بقى كمان الفلفل الفلفل هنعمل قروم فلفل حمره وقروم فلفل خاضره انا بتي هعمل لكو طبعا الاحمر معاكم والاخضر طبعا ايه انا هعمله بعدين عشان وقت الفيديو اهو بتجيب الفلفل كده تبروميه وتخلي الحتة اللي من فوق عريضة شوية والحتة الصغننة ارفع منها ونجيب كده اللون الاخضر ونعمل ايه كده باللون الاخضر كده من فوق الحتة اللي هي بتبقى في الفلفل اهيه حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا بصوك بصوك هنعمل منها برده بنفس الطريقة اللون الاخضر بعد كده هنعمل مع بعض الجزر هجيب كده على قطعة من اللون الورنج او اللون برتقوني تمام وبرده هبرومه زي ما برامت الفلفل اه خليه جزء من فوق عريض كده هوت والجزء اللي من تحت هو اللي رفاية شوية وهجيب جزء بقى من اللون الاخضر الفاتح تمام وحبتدي بقى ان انا ابرومه كده والان انا هبرومها دي هقسمها كده جزئين هتشوفوا دلوقتي اهو كده اهو وهلزقها على الجزرول كده بقى معانا جزراية بصوه شكلها حلو ازاي اهو كمان كل الحاجات دي هنحطها دلوقتي على عريضة الفول وحببها بقى شكلها حلو جدا بعد كده هبتدي ان انا اعمل البصل الاخضر هجيب كده قطع من اللون الاخضر وابتدي ان انا ابرومه كده مش شرط كله يكون طول بعضه تمام هعمل واحدة كمان حيس انهم يكونوا تلاتة مبرومين كده جنبه بعض اهو سيهم شايفين وهجيب قطع صغيرة جدا من اللون الابيض اهي وحبتدي ان انا ازاقها على الجزء الاخضر وكده عملنا مع بعض البصل الاخضر طبعا مفيش اسحان من كده اهو بصل الاخضر دولا مش بصل الاخضر يلا بينا نروح على البتنجان المخلل طبعا احنا لازم ندلع عربية الفول بتاعكم هجيب كده قطعة من اللون الاسمت لابتدي ان انا ببرومها تمام وبعدين ابطتها كده بايدي بس سيب كده جزء فيها من فوق مش هبطته وحاجي كده عملنا على الحروف اتنيها كده على جوه كان ان انا ايه عملت بتنجانية مثلا يعني وايه مفتوح بعد كده هجيب جزء من اللون الاخضر وعمله كده بس من فوق نفس الطريقة اللي عملنا بيها الفلفل اهي هجيب بقى كور كده صغنانة قوي من اللون الاحمر ومن اللون الابيض ومن اللون الاخضر كأنه ايه الحشو بتاع البتنجان اهو بتنجان بقى دولا مش بتنجان حوالنا بتنجان وحشنا كمان اهو بعد كده هجيب اللون الاصفر تمام عشان اعمل آآ البطاطس تمام كده طبعا البطاطس هجيب اللون الاصفر وابتدي ان انا اعمل اتكورهم كده بايدي واقسمهم كده اهي عدان صغنانة بتتزيني دوعا شكل ايه البطاطس اهو بعد كده هعمل البيض المقلي هجيب كده قطعة من اللون الابيض وعملها كورة كده ومعدين ابطتها كده بايدي تمام اجيب حتة صغيرة قوي من اللون الاصفر وعملها كورة بردو كده وبعدين ابتدي ان انا اثبتها فوق اللون الابيض كده عملنا مع بعض البيض المقلي كل دريبوقتي هتشوفوه خلي بالكم بعد كده هجيب جزء من اللون البني تمام وحياخد منه كده جزء هكامله بردو كورة كده وابتدي ان انا ابطته بايدي تمام بحيس ان انا اعمل الطعمية تمام وحجيب من اللون الابيض حتة كده صغيرة ونقط صغنانة كده لا تزكر وحطها على اللون البني اللي هو على قرصة الطعمية يعني بتاعتنا تمام كأنه ايه زي سمسم كده اهو تمام بعد كده هجيب اللون الاخدر بردو هعمل بيه كورة كده ووضغط عليها هديني احاق الطعمية وهي لست متقلتش نية وحقولوك دلوقتي انا اللي عملت جزء ني وجزء مستوي بعد كده هجيب اللون الاورنج وابتدي ان انا اعمله كورة وابطته كده وعارفين استكينة بتاعت المخلي عارفينها اللي بتعمل كمان البطاطس اهو عملت بيها من اللون الاورنج عملت مخلي الجزء شايفين اهو هجيب كمان اللون البنك الفاتح او الرز الفاتح قوي ده تمام وهعمله بردو كورة كده وابتدي ان انا ابطته وحاجي بسكينة او بسلاح المشرشر بتاعنا ده تمام كده عملت كمان الليفت بقى انا كده عملت طبق مخلل فيه ليفت وجزر شايفين السهولة بقى مفيش طبعا اسهل من كده بعد كده هنعمل كرتون تلبيت حليب قطعة كده من اللون الموف تمام وبعدين ابتدي اشكلها على هيئة مستطيل وحاجيب كده انا هنا عملت اه العيوم بتاعة البيت بابرة الكروشيه انت ممكن تجيبيه قلم كده او اي حاجة اهي بصوا تديكي نفس الايه الافكت دوت هبصوا بعد كده هجيب جزء من اللون الابيض وحاجيب كده بايده تمام فخليه من جزء كده اه اكبر من جزء اهو بحيث ان هو يديني الايحاء بتاع البيت اهو اهو وحاجيب برضو منه بيد اللي هو احنا بنقول عليه البيت الاحمر بس باللون طبعا البني المحمر شوية وحاجيبه على عربية الفول دلوقتي بعد كده هجيب جزء من اللون البني وعليه جزء من اللون الابيض عشان يبقى لونه اه بيش فاتح وده هعمل منه دلوقتي اللي عيش بتاعني اهو اخد كده منه جزء وكوره كده وارجع ايه ابطته تمام طبعا هو لونه فاتح بس هنا في التصفير لونه غامق شوية بس هو على الفكرة عايز اقول لكم منه فاتح جزء منه بعد كده هجيب المقص وقصه كده نصين يبقى انا كده عملت ايه المعيش قسمته نصين تمام طيب عايزة اعمل بقى عيش مدور للشبك بتاع العيش او اللي هو اسمه ايه القفص بتاع العيش تمام اجيب كده العدان بتاع الشيش طوق وبتزي ان انا اقصرها كده تمام اجزاء متصوية احطهم كده تلاتة وفوقيهم تلاتة بالعكس واللي بالعكس دول هتزقهم طبعا بالشعر وهجيب كده اا اا اكورها من اللون البني الفاتح تمام وهبطتها كده بس مش هقسمها بمقص ونصين هنا بقى بصوا يا جماعة الاول مبدئين كده الاطباق اللي انا هحط عليها الحاجات بتاع الفول هي القاعدة اللي بتبقى في علبة الكنز من تحت تمام لو مش هتوفر عندك منها كدير وحتشتغلي بعلبة واحدة تقدري برضو ان انت تعملي اطباق تعملي كده دواير من ايه من علبة الكنز نفسها من من الصفيح بتاعها هنا انا كده كنت اخدت كده جزئين تمام هعمل كده بالايد بتاعت قدرة الفول هنا قدرت الفول هيا جماعة بعد ما نشفت هبصوا هنا هصبتتها تمام بس ما ثبتتش قوي هصبتها برضو تاني هعمل برضو الايد من الناحة تانية وبصوا بتعملوها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين في الفيديو كده دي فكت فهأكد عليها بالشامع تاني عشان الشامع كانش سخنة بصراحة قوي هاجي كمان على الناحية التانية دي وحسبتها برضو بالشامع وهجيب كده بقى قطعة من آآ برضو نفس الصفيح اللي هو بتاع علبة الكنز دايد تمام وحبتدي ان انا اعمل حتة كده كأنها مغرفة مثلا محطوطة بقوة حتنيها كده من فوق بس كده اهو تمام وحزقها بمصدس الشامع كده من جهو بس خاص اهي عايز معينا ادري تفوش هتلاها حلوة جدا وطبيقتها صحلة جدا جدا هنا بقى ممكن تعملي منه دواير تمام ايه وتستخدميها كأطباق دلوقتي بقى اهو يعني بص دي تقضي الدايرة دي كده اي حاجة مدورة عندك دي حاجة انا عندي مدورة تمام او لو تعرف ان انت تزبطيها بالمقصة على طن غير ما تحطي حاجة عليها اهي تقدر ان انت تستخدميه كايه كطبا تمام فانا عاملة منه كتير هعمل بقى دلوقتي معيكو مصفة مصفة هقولكو انا عاملة المصفة ليه هتعرفوا دلوقتي اهي بصوا هجيب كده كطعة كمان وحزق الاثنين دول في بعض بس قبل ما نزقهم في بعض هعمل كده فتحية بالسن بتاع المقص وحلزق الحتة الحتة المدورة دي في الحتة التانية اللي هي اللي انا قصتها هي دي حلزقهم كده في بعض اهو بقى الصفاية شايفين او المصفة ما عارش هي اسمها ايه اهي زي ما قلتلكو ما ترموش جرع منهم اطباق والقاعدة بتاعي تعلبة الكنزة نفسها تبقى تعملي منها طباق طيب عملنا كل حاجة على روية الفول بس ما عملاش الفول نفسه هجيب كده من اللون البني وحجيب الشمع وهو سخنة قوي وابتدي ان انا حط عليه الشمع كده 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 والشمع بست لازم هناك من سخن جده وهجيب حاجة كده اقلبها بيها كده بسرعة هنلاقيها كلها ساحت كده في بعضها وهجيب اه الحبوب نفسها بتاعت الفول وابتدي ان انا اقلبهم كده في بعض حيديكي الاحاق بتاع طبق الفول وهو كده ايه بالغيرة بتاع الفول يعني بصو غير ما نحط الفول السنة الفاتت لما عملنا عربية الفول حطينا الفول كده يعني كده جنب بعض ولا زقناه السنة دي بقى مختلف خالص حيسي كل حاجة كده حقيقية على عربية الفول يعني انا صراحة السنة دي حبيت عربية الفول بتاعت السنة دي اكتر بكتير من السنة اللي فاتت اهي بصو دي قفص العيس بقى ووالدي الجزر والفلفل والدنجان وكل حيوب كان عندي كده غطس صغير تمام حطيته الاحمر ده اه حطيته كأنه ايه ازاي كوباية كده وهنا بص انا اقولت لكم كنت عمنا طعمية اه ناية ليه كأنه هما اللي تنوفوا التوصى يعني حاجة استويت وحاجة لسنا ما استويتش تمام واللي استوى بقى فوق حطيت له زي منازيل كده صغيرة مربعات وحطيت عليه التعامية التانية كأنه ايه بيتصفى من الزيب بتاعته وآذي كراتين البيت دايما انت شايفين زي ما عملناها مع بعض اه طبعا الراجل دوت او العروسة دي احنا عملناها قبل كده في الفيديو بتاع اه راجل الكنافة فهي سهلة جدا جدا تمام ارجعوا للفيديو وانتو تعرفوا ايه اتعملت ازاي اللي هو العروسة دي اهو طبعا العربية ذي مختلفة الجسم بتاعها مبارا الشمسalls الصنا علي الكстиين مختلف تماما عن بتاع السنة اللي فاتت انا حبيته النهاردة الفيديو كون مجسمية بتاع عربية الفول اللي عايزني الان اعمله عربية الفول نفسها تمام وشكل نفسه بتاع عربية الفول اتب ميبلي في الكومنتات وهنا هعملها لكم ان شاء الله ايه انا مش هعمل العربية نفسها غير لما حد اجتنبها مني في الكومنتات هعملها لكم نهار ده انا عملت لكم انجسامين بطريقة سهلة جدا لو او مبقى مره متشبهيني وشايف ان انا استحق الدعم منك يا لفسر عميني اشترك لي القناة علي الجرس شان استفادي مني بكل جديد وكتبيني تعليق باسمك شان اعرف اسمك ارحب بيك في الفيديو اللي بعده متابعيني الحلوين اوقات نسو ان تحطي لايك للفيديو وكتبو لي باكم في التعليقات ومع السلامة